أهلا بحضراتكم من جديد مكملين معكم أخبارنا المحلية يمكن الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد أكد أن بطولة العالم في معادها بطولة العالم اللي هتقام إن شاء الله في القاهرة في شهر يناير القادم رقم 27 بمشاركة 32 فريق أكد الدكتور حسن مصطفى أنها في معادها وقال الدكتور حسن العالم كله تأثر بفيروس كورونا ولكن الاتحاد الدولي يشتغل مع الحكومة المصرية على تنظيم البطولة وأنهم متمسكين يلعبوها في معادها عشان يأكدون الاتحاد والعالم كله قادر على أقامة البطولات في عصر الكورونا طبعا وكمان قال إنهم شكلوا فريق عمل متكامل علشان يتصدوا الفيروس كورونا وده ضمن مسؤولين كتير من منظمة الصحة العالمية علشان يتطمنوا على كافة الإجراءات الاحترازية لاخدتها الدولة المصرية لضمان إن البطولة دي تبقى مؤمنة صحيا جيدة وفي آخر كلام موجه الشكر للحكومة المصرية ودكتور أشف صبحي وزير الرياضة على كل اللي أقدمه عشان البطولة تتنظم في معادها من 13 إلى 31 يناير القادم طبعا بنفكر حضراتكم إن منتخبنا دلوقتي مع أسكر في أحد الفنادق بالقاهرة وبيتمرن بسناد القاهرة استعدادا لأول بطولة نفكركم كمان إن أول ماتش لفريق أو المنتخب هيبقى مع تشيلي إن شاء الله يوم 13 يناير أفصال رقم واحد وعايز أقول لكم كمان إن الوزارة بتدرس الحضور الجماهيري وأيضا هيبقى فيه إجراءات احترازية في حضور الجماهير الحقيقة دولة المصرية يعني مشتعدة جيدا لهذا كأس العالم أو بطولة العالم لهذه بطولة العالم يعني ونقول كمان إنه تحديات صعبة وجهتها مصر ولكن إن شاء الله قدرين على تجاوزها وهتبقى بطولة كبيرة جدا هنتبعها أكيد كل المصريين يعني نتمنى منتخبنا حق النتيجة جيدة في بطولة العالم